معنا مراسلتنا من الأردن دانيا المعايطة لتضعنا في أجواء التحضيرية مباشرة من هناك هذا لدانيا مساء الخير عزيزتي نحن الآن متواجدين بالمركز الإعلامي الخاص بتغطية أعمال القمة العربية بدأ القادة العرب بالوصول إلى العاصمة الأردنية عمان كان باستقبالهم العهل الأردني أبرز القادة المشاركين كانوا خادم الحرمين الشريفين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون ورئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي هناك مشاركة كبيرة من القادة العرب 16 قائد على مستوى القادة سيكون حاضر غدا في القمة العربية بعض القادة تغيبوا هناك لأسباب صحية وكما نعلم أن سوريا لن تكون حاضرة بسبب قرار صادر عن جانعة الدول العربية طيب دانيا تحدثت طبعا إلى الكثيرين من المشاركين هناك التطورات الحالية بأبرز ملفات التي ستناقش هناك إلى أي درجة تفرد نفسها إن كان بالملف السوري مثلا ما يحدث في جنيف خمسة والإرهاب وتطوراته في دول عديدة أبرز الملفات التي ستكون حاضرة غدا على جدول أعمال قمة وستهيمن عليها هو ملف مكافحة الإرهاب إضافة إلى الملف السوري وخاصة الأمور المتعلقة باللاجئين السوريين المراقبون والموجودون هنا جميعهم سقف التوقعات عالية بالنسبة لهم للخروج بحلول من القادة العرب غدا الجميع يتمنى أن تكون هناك قرارات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع وليس فقط قرارات خلال اجتماعاتهم المبلقة نتمنى أن تكون هذه القرارات قرارات فعلية تطبق للوصول بر الأمان بالأمة العربية شكرا لك دانيا سنكون معك دائما لآخر تطورات مباشرة من القمة العربية التي تعقد في الأردن دانيا المعايتة مراسلة أخبار الآن كانت معنا مباشرة من البحر المي